هذي الشاشة الكاميرا زي متون شايفين نفس كاميرا تبلدها الحساسات طبعا شغالة الدركسون شغال شايفين تقف هي مين ويصار شغالة نرجع بالسيارة الورا نجرب الحساسات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركم اخوان طيبين مساكم الله بالخير وجمع مباركة علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله يا شباب طبعا شباب لعينكم اخيرا ركبنا الشاشة على كيا كدنزا 2017 فئة ستاندر سعودي زي ما انتم شايفين يا شباب هذه هي الشاشة ركبناها في جدة كيلو اثنين عند ابو داحم او عبد الرحمن طبعا زي ما انتم شايفين هذا رقم جواله وهذا اسم المحل لمسات الكترونية محل كيلو اثنين جدة اترككم الوصف اسفل فيديو رقم جواله وكل شيء تتواصلوا معاه ويركب لكم الشاشة طبعا انطباعي يا شباب على الشاشة طبعا لما انا مريت الرجال ركب لي الشاشة طبعا مميزات الشاشة زي ما انتم شايفين تتميز بنظام اندرويد زي ما انتم شايفين اصدار ثمانية فيها نفس نظام الجوال هذه الاشعارات انا موصل الان بلوتوث وفيها ويفاي نفس نظام الجوال يا شباب هذه الاعدادات زي ما انتم شايفين طبعا ذاكرة اثنين ثلاثين جيجا الرام اربع جيجا الصورة جدا ممتازة يا شباب ما شاء الله تبارك الله الاصدار ثمانية هذا الاصدار ثمانية تحفية تحديثات النظام تقدر تحدثها زي ما انتم شايفين فيها المهام الخلفية تقدر تكفلها زي ما انتم شايفين طبعا التطش حقه ما شاء الله تبارك الله سريع ما في اي تعليق او في اي تهنق ما شاء الله تبارك الله هذا الراديو الموسيقى الفيديوهات هذه البرامج الداخلية زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله تقدر توصلها نت عن طريق جوالك زي ما انا باثلها تدخل على اليوتيوب زي ما انتم شايفين يا شباب نقولوا تحديث يحدث الان يقول له فتح طبعا يا شباب لما ركبت الشاشة ما شاء الله تبارك الله جودة السماعات تحسنت عن الاول ما شاء الله تبارك الله طبعا هذي الشيالات ستقلب من هنا هذا كان عيني يا شباب بحبت مروريكم ما شاء الله تبارك الله طبعا فيها نظام ويندوز برضو هذي واجهة هذي واجهة الاندرويد وهذا واجهة الويندوز زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله نفس الاعدادات ونفس فيها متصفح انترنت فيها تقدر تزبط الصوت فيها الحاسبة يعني اعداداتها يا شباب جدا سهلة ما شاء الله تبارك الله ترجع من الزر هذا هذه الشاشة يا شباب طبعا شباب سعرها في حدود الفين ومئتين ريال عليها ضمان سنتين المحل زي ما قلت لكم كل اثنين عند ابو داحم او عبد الرحمن طبعا زي ما شايفين ما شاء الله هذي قصة الديكور طبعا ما شاء الله القصة يا شباب ما شاء الله تبارك الله يعني ما يبين انه واصلا قصة الديكور يعني شغل بصراحة الامان النظيف والشاشة شباب جدا ممتازة ما شاء الله تبارك الله وانا انصح اللي بغير يركب الشاشة يا شباب يركبها والله جدا ممتازة بس طبعا الشباب الرجال ريح يضيح لكم قبل ما تركب الشاشة فيها ملاحظة واحدة فقط انه لو تلاحظون الشباب هنا في الشاشة ما تبين لك معلومات المكيف فاكرين الشباب لزرار هذه تحكم المكيف بين الراكب والسائق لما ترفع شايفين ترفع مستوى التبريد طبعا ما رح يبين لك لكن عن طريق يدك تحط يدك هنا بجرد ما تروح جهة اليسار جهة الازرق يقلل البرودة شايفين كده نزلت تحط يدك تحس ان المكيف مرة بارد تروح جهة اليمين جهة الحار تحس المكيف ايش يصير اه مستوى التبريد حقه اقل ما معاك الا كده يا شباب ولكن الشباب في مشكلة هذه بس المشكلة الوحيدة اللي قللي عليها قللي بس معلومات المكيف ما رح تظهر معك حتى برضو مستوى التبريد شايفين شوف شوف ما يبين مستوى التبريد هذه الشيء الوحيدة شباب بس المشكلة الرئيسية ولكن تقدر توصل لبلوتوث جدا سهل وطبعا الشباب الشاشة لما نيجي يركبها لك قلوه يركب لك الشاشة ويوصل لك المسجل حقه عشان السيدي وطبعا الشباب فيه اثنين بلوتوث زي ما انتم شايفين هنا عشان توصل لبلوتوث شايفين زر المود هذا شوف تظهر لك معلومات هنا شايفين انا كده انا موصل على الراديو سمعين صوت الراديو الصوت الصوت يطلع من هنا يا شباب وطبعا ما رح تظهر لك معلومات الراديو على الشاشة هذه شايفين كده على الراديو الان اروح نفسه زر المود كده انا شغلت السيدي اللي هنا تتحكم من هنا يا شباب عن طريق دروكسون. شايفين? طبعا هذا يا شباب الموت. اللي ينقلك ما بين الراديو. طبعا تشغل منه مسجل. يجيك سلك الايوكس. اللي وصلوا تحت هنا يا شباب. شايفين السلك هذا هو السلك. شايفين هو بيوصل لك لو فيش. بيولف لك من تحت. هذا هو الفيش الايوكس يا شباب. هذا هو. يكون مشبوك دائما. لابغيت تشغل من على الشاشة. تجي عن طريق المود هذا. الزر هذا. شايفين كده انا شغلت الراديو حق السيارة. هذا السي دي اللي هنا. وهذا الاضافي. ايوكس. علامة ايوكس يعني كده شغلت الشاشة. مثل طبعا تشغل الراديو. تروح هنا تشغل. شوف. الصوت كده يا شباب جاي من الراديو الان. زي ما كنت مصرق قبل شيء اوه ما وردتكم في الفيديو. بس هاده يا شباب. يعني الفكرة انا كنت لما تتحكم من الشاشة عن طريق المود هذا الزر. زي كده. كده انا شغلت الراديو حق مسجل. شايفين? تروح. هذا السي دي. اللي هنا جوه. عشان شغلها. طبعا ما فصلتو. خليتو شغال. عشان استفيد من المسجل يا شباب. لانه في بعض اللي لم يجي يركب لك الشاشة. هيقول لك رح يلغي لك هذا كله يا شباب. يعني حرام. لو لغالك هذه كلها. طبعا هنا الشاشة طبعا ما فيها ما فيها سي دي او ديفي دي زي ما تم شايفين. فانا طبعا خليتها. فخليه وصل لك يا شباب بنفس التوصيل هذا. خلاص هو ردي رح يعرف. بلو شغل لي الشاشة مع 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 السي دي. ويصير التحكم كله عن طريق المود يا شباب. يصير انت لما تشغل الجوال وتشغل البلوتوث يصير عندك اثنين بلوتوث. يصير عندك الكية موتورز. لما توصلوا راح تشتغل ايش? الا يشتغل الصوت من نفس السماعات السيارة. وتقدر بحيط تود على المكالمات من هنا. لكن لو وصلت على البلوتوث حق حق المسجل يا شباب. اللي هو حق الشاشة. دقيقة. على البلوتوث. هذي اسم بلوتوث يا شباب. هذا اسمه. اسمه كار كت. تتصل عليه. يصير لما نجيك اتصال او مكالمة. هذا ما راح يشتغل معك. راح تشتغل معك من هنا من الشاشة يا شباب. ويصير اذا شغلت اغاني او شغلت شيء يا شباب يشتغل عن طريق الشاشة. تتحكم من هنا فقط. ما يتحكم من هنا يا شباب. هذي بس ملاحظة حبيتها نبيكم اياه فقط. هذي بس الملاحظة اللي بتوجهها. ولكن شكل عام. الملاحة ما شاء الله تبارك الله شغالة. كويسة ممتازة. فيها ملاحة طبعا فيها اي جو. زي ما انتم شايفين. ادي يحمل يا شباب. فيها يقوم ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذي اشتغل بدون نت يا شباب. ما شاء الله جدد تحكمه خفيف وحلو. وثري دي كمان يعني زي بتم شايفين يجيب لكم المباني يجيب لكم الاشياء القريبة المعالم اللي مبينة ما شاء الله تبارك الله جدا ممتاز. تكفي الخلفيات من هنا. هذي ميزة حلوة يا شباب عشان ما تستهلك سرعة الرام شاشة مبسطة نظام اندرويد اصدار الثامن احدة اصدار اه رامات اربعة اثنين وثلاثين جيك يا شباب فيها كل مواصفات وهذا فيها منفذ منفذ الذاكرة الخارجية. اذا عندك يوسبي او شي يا شباب راح يوصل لك له سلك من هنا زي ما انتم شايفين هذا هو تشبك فيه اليوسبي حقك من هنا. خلاص يا شباب خليسوا لكم ميزة كده. وصلك الاي او ايكس حق السماعة هذا هو. هذا دائم من ضل مشبوك. طبعا شركة اه سلك الاي او ايكس حق اللي مسجل اقصد. دائم من يكون مشبوك من هنا وخلي يجيب لك التوصيل حقه من تحت. وما شاء الله تبارك الله وهذا شغال. وكل شيء يا شباب اعدادة باقي الازرار شغالة. ما في اي مشاكل. بس الملاحظة الوحيدة يا شباب اللي قلت لكم عليها هي ملاحظات او معلومات المكيف ما تظهر معك يا شباب. اتمنى اكون افدتكم بهذا الفيديو البسيط. وان شاء الله ابن الله تعالى يا شباب غدا راح نصور لكم الفئات اللي قلت لكم عليها الكية كدنزة. والمقارنات. وان شاء الله بعد نهاية كم يوم نوريكم طريقة برمجة السكفة البنورامي. ويعطيكم الف عافية شباب واسف على الاطالة.